مع دروس النحو الموجهة لتلاميذ الثامنة من التعليم الأساسي المحور إذن هو بعنوان الوظائف الأساسية في الجملة الفعلية المركبة وعنوان الدرس إذن الحالي هو نائب الفاعل مركباً موصولياً حرفياً أو اسمياً إذن ننطلق من المثال التالي وهو يعتبر زحل أعظم معبودات القرطاجيين يعتبر إذن فعل مبني المجهول على وزن يفتعل زحل إذن نائب فاعل وأعظم معبودات القرطاجيين مفعولاً به كيف كانت الجملة إذن قبل أن يبنى الفعل المجهول؟ الجملة كانت بهذه الطريقة يعتبر المؤرخون إذن زحل يعتبر المؤرخون زحل أعظم معبودات القرطاجيين يعتبر المؤرخون إذن نلاحظ إذن هنا المؤرخون فاعل وقع حذفه في الجملة الأولى واحتل مكان إذن المفعول الأول والمفعول الثاني بطبيعة الحال أصبح مفعولاً به مفعولاً به كما نرى هنا إذن يعتبر زحل يعتبر فعل مبني المجهول زحل إذن نائب فاعل وأعظم معبودات القرطاجيين مفعولاً به الجملة الموالية إذن هي رؤية أن حنبع يجل الآلهة رؤية إذن فاعل مبني المجهول على وزن فاعلة وإذن نائب الفاعل هنا هو أن حنبع يجل الآلهة أن حر موصول وحنبع يجل الآلهة صيلة موصول مركب إسنادي إسمي ثم إذن الجملة الموالية يجل من كانت الحكمة ضالته إذن هنا أصل الجملة هو يجل العلماء من كانت الحكمة ضلته فمن كانت الحكمة ضلته إذن أصله مفعول به لكنه احتل مكان الفاعل لأن الفاعل لم يذكر إذن يجل إذن فاعل مبني المجهول وإذن من هنا اسم موصول وكانت الحكمة ضلته صيلة موصول مركب إسنادي إسمي إذن فنائب الفاعل مركب موصول إذن كما نرى إسمي أمر الآن إلى الخلاصة أو إلى القاعدة في الجملة الفعلية إذن يرد نائب الفاعل كما رأينا في السابعة السيسي على إشكال نحوية مختلفة يكون مفردة يعني كلمة واحدة أو يكون مركبا من مركبات الإسمية مركب إضافي عطفي مركب نعتي مركب بدلي مركب توكيد إلى آخره لكن في الجملة إذن الفاعلية المركبة يكون إذن نائب الفاعل مركبا موصوليا لماذا تكون الجملة إذن مركبة عندما يكون نائب الفاعل مركب مصوليا لأن المركب الموصولي يجتمل على سلة الموصول سلة الموصول إذن هذه تكون دائما إما مركبا إسناديا فعليا أو مركبا إسناديا إسميا نواصل إذن مع الأمثلة ومع محاولة فهم هذه المسألة إذن بالنسبة للجملة الموالية هي روية أن ابن بطوطة إذن روية أن ابن بطوطة إذن زار السين ابن بطوطة زار السين كما نرى هنا فعلم ابني المجهول وإنشتم أنه وهي حرف موصول وابن بطوطة صلة موصول صلة موصول يسر من نجاح إذن سلة الموصول في الجملة الأولى روية أن ابن بطوطة زار السين كما نرى إذن سلة الموصول مركب إسناديا إسميا يسر من نجاح فعلم ابني المجهول يسر من نجاح إذن نائب فعلم مركب موصول إذن إسميا سلة الموصول إذن هنا كما نرى نجاح وهي إذن مركب إسناديا فعلي نمر الآن للتطبيقات أسند الفعل المجهول وغير ما يجب تغييره أسند الفعل إلى المجهول وغير ما يجب تغييره إذن أراد الأب أن يختبر الصبية إذن نحذف الأب هنا فنقول أريد اختبار الصبي سعى الرجل بجيرانه لدى القاضي يعني اشتكى بهم إذا حذفنا الرجل إذن فإن الجيران تحتل مكانه إذن فنقول سعيا بالجيران لدى القاضي يروى أن قصر الحمراء لا مثيل له وقصر الحمراء إذن كما تعلمون إذن كما تعلمون يروي المؤرخون أن قصر الحمراء لا مثيل له قصر الحمراء بناه العرب المسلمون في الأندلس وهو إذن في قمة الجمال والروعة والبهاء إذن يروي المؤرخون أن قصر الحمراء لا مثيل له فإذا حذفنا المؤرخون فإن قصر الحمراء سيحتل مكان فنقول يروى أن قصر الحمراء لا مثيل له جمع أمين المكتبة ما تبعثر من الكتب نحذف إذن أمين المكتبة وإذا ما تبعثر يأتي بعد الفعل فنقول جمع ما تبعثر من الكتب أذرت الريح ما تساقط من الوراق نقول إذن أذري ما تساقط إذا حذفنا إذن أذري نقول أذري ما تساقط أذرت الريح ما تساقط من الأوراق إذا حذفنا إذن أريح فنقول أذري ما تساقط من الأوراق نمر الآن إلى التمرين الموالية حدد مطلوب مننا إذن أن نحدد نوع الإسناد في صلة الموصول التي يجتمل عليها نائب الفاعل روية إذن هنا روية أن ابن بطوطة زار الصين روية إذن كما تعلمون هو فعل مبني للمجهول وإذا حذفنا روية أن ماذا يبقى لنا إذن تبقى لنا ابن بطوطة زار الصين وهي جملة إذن كما ترون إسمية جملة إسمية كاملة فهذا مركب إسنادي إسمي روية 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 يعني رأى الناس روية اللواتي ضحى أبناؤهن في سبيل الوطن إذن الجملة التي نجدها في سلط الموصول هي ضحى أبناؤهن في سبيل الوطن وهي مركب إسنادي فعلي حكي أنه كان في بعض المدن طبيب إذن كان في بعض المدن طبيب له رفق وعلم جملة إسمية إذن مركب إسنادي إسمي سلط الموصول مركب إسنادي إسمي لا يعرف ما جرى في المجرات البعيدة إذن هنا سلط الموصول جرى في المجرات البعيدة جملة فعلية إذن كما ترون أو مركب إسنادي فعلي إذن سرى من رأى جملة الموالية الأخيرة في هذا التمرين سرى من رأى البدرة ليلة تمه يعني ليلة تمامه يوم 14 في الشهور الهجرية سرى من رأى إذن سلط الموصول رأى البدرة ليلة تمه وهي جملة فعلية إذن مركب إسنادي فعلي إذن فالسلط الموصول إذن تكون مركب إسنادي فعلي أو مركب إسنادي إسمي نواصل مع بقية التمرين ومطلوب منها الآن أن نحلل الجمل التالية تحليلا نحويا كاملا معتمدين شكل الصناديق فإذن نقول ذكر أن حنى بعل رضي بالتضحية بابنه ذكر إذن هنا ذكر فعل مبني للمجهول وأن حنى بعل رضي بالتضحية بابنه نائب فاعل مركب موصولي حرفي إذن أن حرف موصول وحنى بعل رضي بالتضحية بابنه صيلة موصول مركب إسنادي إسمي طبعا حنى بعل اسم الناس أخذن وخبره هو رضي بالتضحية بابنه جملة الموالية إذن امتدح من جبل على الصلاح امتدح من جبل على الصلاح كما نرى هنا امتدح فعل مبني للمجهول إذن هو فعل مبني للمجهول ومن جبل على الصلاح نائب فاعل مركب موصولي إذن هو مركب موصولي فعلي هنا مركب موصولي فعلي مركب موصولي فعلي نائب فاعل إذن مركب موصولي اسمي عفوا اسمي لأن هنا الاسم هنا اسم هنا من من والذي والتي وما يعني تولد عنهم إذن هو نائب فاعل مركب موصولي لكن بالنسبة لي سيلة الموصول هنا يجب أن لا نخلط سيلة الموصول مركب إسنادي فعلي لابد إذن هنا من التميز بين سيلة الموصول وانشتم المركب الموصولي إذن المركب الموصولي إذن هذه ملاحظة إذن هامة المركب الموصولي يمكن أن يكون حرفيا أو اسميا وسيلة الموصول تكون اسمية وتكون فعلية فهنا إذن كما نرى سيلة الموصول في هذه الجملة الأولى إذن في هذه الجملة سيلة الموصول في الجملة الأولى إذن كما نرى سيلة الموصول في الجملة الأولى هنا مركب إسنادي اسمي إذن نائب الفاعل مركب موصولي حرفي وهنا إذن في الجملة الثانية إذن نائب الفاعل مركب موصولي اسمي ولكن سيلة الموصول مركب إسنادي فعلي جملة الموالية وهي روية أن الكعبة بنيت خمسة مرات إذن هذا فعل دائما مبني للمجهول مبني للمجهول فعل إذن مبني للمجهول هذا فعل مبني للمجهول وإذن أن الكعبة بنيت خمسة مرات نائب فعل مركب موصولي حرفي صدت الموصول إذن كما نرى مركب إسنادي إسمي الكعبة بنيت خمسة مرات إذا قمنا بهذه الأعمال التي قمنا بها قبل قليل الكعبة بنيت خمس مرات إذن هذه جملة إسمية كما نرى إذن فيها مبتدأ وهو الكعبة بنيت خمس مرات خبر كما نرى ثم الجملة إذن الأخيرة التي سنقوم إذن بتحليلها هي قيل لعنطرة إنك أشجع العربي قيل إذن كما نرى فعل مبني للمجهول واللام هذه جار ومجهور هذا مفعول به أول وإنك إذن أشجع العرب هذا نائب فعل مركب موصولي إذن حرفي هذا حرف موصول إنا وهذا إذن اسم الناسخي وهذا خبره موصولة الموصول إذن كما نرى هي مركب إس نادي إذن اسمي هذا إذن هو درسنا أدعوكم إلى مزيد من التطبيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم إلى مصولة أدعوكم إلى مستقب أدعوكم إلى مستقب أدعوكم إلى مستقب